موسيقى نعم إيمان ما زلنا نتحدث عن الولايات التي قد تحسم هذا السباق الرئاسي في الولايات المتحدة نتحدث عن ولاية ميتشيغان تقع هذه الولاية في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية وتحيط بالولاية أربع بحيرات مية يتجاوز عدد سكانها العشرة مليون نسمة يمثل الولاية ستة عشر صوتا في المجمع الانتخابي الذي ينتخبه رئيس الولايات المتحدة ميتشيغان من الولايات المتأرجحة حيث كانت منذ البداية جمهورية إلى غاية الكساد الكبير الذي ضرب البلاد مع بداية ثلاثينيات القرن الماضي عقب ذلك تناوب على الفوز في الولاية الجمهوريون والديمقراطيون حتى نهاية ستينيات القرن الماضي انقلبت الولاية لصالح الجمهوريون في الفترة ما بين 1972 إلى 1988 لكن منذ عام 1992 وحتى عام 2012 اختارت الولاية أن تكون ديمقراطية لكنها عادت وصوتت لصالح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة عام 2016 وإن كان بفارق ضئيل جدا عن الديمقراطيين وبذلك فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية تلك لكن حتى نكون منصفين بعد ذلك أي بعد 2016 عندما فاز بها الجمهوريون ودونالد ترامب في الانتخابات التكميلية 2018 قبل سنتين حصدت ديمقراطيون أصواتا أكثر في هذه الولاية فازوا بمنصب حاكم الولاية وبالتالي هي فعلا من الوليات المتأرجحة جدا حتى وليس المتأرجحة عود إلى إيمان